موسيقى هنبدأ جولتنا كالعادة طبعا الصحف الرياضية بصحيفة ماركا الاسبانية اللي اهتمت بثلاثة وسط ملعب ريال مدريد كازميرو وتوني كروز ولوكا مودريتش وكتبت مسلس برمودا الصحيفة اهتمت كمان بقتلته يعني طبعا الثلاثة رهيب وسموها يمكن اللي اطلق دوك كمان انشلوتي مدير الفني اللي ريال مدريد قالك انا عندي في منطقة وسط الملعب عندي مسلس برمودا عندي لعيبة على مستوى توني كروز على مودريتش وكازميرو ده طبعا على مستوى الصحافة الاسبانية كمان هذه الصحيفة اهتمت باتليتكو مدريد ونجمه البرتغالي جواو فليكس وكتبت جواو فليكس يعني يملك اسبانيا لكون قائد الفريق سبورت الاسبانية مازلنا في اسبانيا مع جريدة سبورت الاسبانية اللي ركزت على اخبار برشلونا وجولته في الولايات المتحدة الامريكية وكتبت اقصى ضغط على فرانك دي يونج طبعا عملية الضغط على مستوى الانتقالات هل سيبقى دي يونج في برشلونا ام ينتقل الى المان يونايتد وطبعا في تأرير ربطت النهاردة دي يونج بصفقة تبادلية مع تشيلسي الصحيفة تحدثت عن تصريحات كمان مدرب ريال مدريد بشأن برشلونا وكتبت انشلوتي برشلونا يصنع فريقا كبيرا منذ دي برورتيفو الأسبانية صحيفة ركزت تاني على اخبار برشلونا ونهاية الجولة الامريكية وكتبت تسريع عملية رحيل وعودة اللاعبين وبرشلونا من الولايات المتحدة وتقديم كوندي طبعا لعب الفرنسي الجديد المنضم الى صفوف الكتالوني لسه في أسبانيا مع صحيفة آيس الأسبانية اللي ركزت على فوز ريال مدريد أمام اليوينتوس مباراة ودية طبعا في البري سيزون على مستوى الطبعا التحضيرات اللي بيقدمها طبعا كل الفرق على مستوى العالم بنتكلم على اليوينتوس وطبعا بنتكلم كل الفرق بتشتغل بشكل أكثر من رائع زي ما بقول لحضراتك والدورات الأوروبية خلاص على الأبواب أربع تيام أو أولي من أربع تيام نتكلم على يوم الجمعة إن شاء الله هيكون البريمير ليج يوبينتوس طبعا في اللقاء الود الأخير طبعا قبل كاس السوبر الأوروبي والجريدة كتبت يعني أنهم جاهزين لطبعا هذه المباراة نروح لإنجلترا وميرور سبورت اللي تحديدا جريدة ميرور سبورت ركزت على تتويج منتخب إنجلترا للسيدات بلقب أمم أوروبا لكرة القدم على حساب المنتخب الألماني في النهائي بنتيجة 2-1 وكتبت فوز تاريخي ومجد بشكل مزهل للسيدات وبعض الأخبار يعني تقول السيدات خدوا بطار الرجال طبعا على مستوى طبعا كان فيه بعض التعليقات وبعض المقارنات بين منتخب الألمانيا أو منتخب إنجلترا للسيدات والرجال وبعض الصحف قالت إن منتخب السيدات المنتخب الإنجليزي خد بطار الرجال لأن عارفين طبعا طبعا الفريق الألماني كان بيفوز دايما بالسمرار ويمكن فيه بتقول لتيرو 20-20 كان فوز المنتخب الألماني على إنجلترا وبذلك يعني بيقوله السيدات كمان خدوا بطار الرجال اهتمت الجريدة كمان بعودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للعب طبعا مع رفاقه في المان يونايتد ومغادرة الملعب في فترة ما بين الشوتين وكتبت كريستيانو رونالدو مستعجل للرحيل عن المان يونايتد طيب نروح لفرنسا جريدة الكيب الفرنسية الكيب ركزت على التتويج تتويج السوبر الفرنسي باريس سان جرمان بلقب كاس السوبر الفرنسي بعد الفوز على نانت بربعية نظيفة وكتبت انطلاقة ناجحة يعني ده طبعا على مستوى الدوري او على مستوى السوبر الفرنسي طيب نروح لإيطاليا نصيب فرنسا ونطلع للجازات ده دل سبورت الإيطالية اللي ركزت على صفقة البلجيكي ديلي كارد اللي بيسعى ديلي كارد بيسعى طبعا الميلان لحسمها الميلان على فكرة بيقدموا بمستوات حتى في البريسيزن مبارات رائعة وفاز على المارسيليا 2-0 وزي ما بقول لحضركم الصحيفة تمت كمان بالظاهرة البرازيلية رونالدو وكتبت على لسان رونالدو نعم الشيطان موجود في إشارة إلى الميلان لكن حيكون هناك طبعا قتال ما بين اليوفينتس والميلان والإنتر زي ما بقول لحضراتكم كمان الميلان بعد فوزه بالسيري آ والدوري الإيطالي عامل مباريات أكتر من رائعة آخرها الفوز على مارسيليا في باريس في مارسيليا بنتيجة 2-0 مع الرقفة بيقدم مباريات أكتر من رائعة وهنا في المحترف قلت لحضراتكم أنه خلاص حتى الدوري الإيطالي اللي كان مبتعد شوية عن الأضواء لكن الموسم القادم خلال أسابيع وليه حينطلق الدوري الإيطالي هيكون دوري قوي جدا على مستوى المنافسة وعلى مستوى الفني هنطلع لفاصل سريع وبعد الفاصل طبعا نقضنا محمود شاكر هيكون موجود معنا عشان نتابع ملفات حلقتنا النهاردة في المحترف